الملتقى الإعلامي العربي في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية الخليجية والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمة العربية في ظل ما يحدق بها من مخاطر وتحديات تحت شعار الإعلام حيا وقدت الدورة الرابعة عشر للملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة عدد من وزراء الإعلام وكبار المسؤولين وشخصيات الصحفية والإعلامية والفكرية والأكاديمية الخليجية والعربية وأعرب وزير شعون الإعلام سيد علي بن محمد الرميحي في كلمته خلال الملتقى عن تقديره واعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الإنسانية جئتكم من بلدكم البحرين إلى بلدي الكويت وطن النهار بقيادة أمير الإنسانية أطال الله في عمره الكويت التي قال فيها الشاعر يا ضحكة الأقدار للبشر نعم لقد ضحكت وتبسمت الكويت لملايين البشر فامتدت يد الخير من الكويت إلى كل بقاع الأرض فحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وحذر الرميحي من الحرب الإعلامية التي تستهدف دول الخليج العربي من قبل بعض القنوات الطائفية وأوضح في الوقت ذاته تطور وسائل الإعلام التقليدية وتحول الإعلام إلى صناعة عالمية ضخمة حرب نفسية ودعائية موجهة تستهدف دول الخليج والأمة العربية والإسلامية وهويتها وحضارتها وأمنها واستقرارها وتماسكها الاجتماعي من بينها أكثر من أربعين قناة فضائية إيرانية وتابعة لإيران وأحزابها الطائفية في المنطقة الإعلام صناعة عالمية ضخمة يتوقع ارتفاع الإنفاق عليها أكثر من 1.6 تريليون دولار أمريكي عام 2014 إلى أكثر من تريليون دولار عام 2019 وبنسبة نمو عالية تتجاوز الخمسة بالمئة كما دعا سعادة وزير الإعلام الصحفيين والإعلاميين إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الجبهة الداخلية والمكتسبات التنموية والحضارية المحققة بدول الخليج العربي قبل الختام أستأذنكم لأوجه رسالة للإعلاميين الخليجيين الخليج العربي أمان في أعناقنا جميعا فلنحافظ على جبهتنا الداخلية فبالرغم ما يحيط بنا من دمار في دول بعضها أصبحت بقايا دول ما يزال الخليج العربي هو الأكثر أمنا والأكثر نموا في جميع القطاعات وذلك بفضل تكاتفنا فلنحافظ على مكتسبات ما زال الغير يراها إحلاما الرسالة الثانية لكل إعلامي عربي أن محاولات طمس هويتنا العربية لن يتم إلا من خلال إعلامنا العربي فلتكن الهوية الوطنية همنا الأول من جانبه أكد الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة في كلمته أن ثورة الاتصالات بقدر ما أحدثت تغييرا جذريا في الأدوات والأساليب فإنها أحدثت تغييرا أكبر في العقليات والسلوكيات مشيرا إلى أن الإعلام الجديد تجاوز حدود الدول وجداول الزمن هذه الثورة نقلت الناس إلى مكان آخر لم يعد القارئ هو المتلقي فقط فقد صار اسمه المتفاعل بل يمكن أن يكون هو الإعلامي وهو الناشر وهو الناشط وهو صاحب الرأي وشهد الملتقى الإعلامي العربي الرابع عشر مشاركة كوكبة من الإعلامين في الوطن العربي لمنقشة عدد من القضايا الإعلامية المهمة التي تأتي تزاونا مع تغييرات التي يشهدها قطاع الإعلام ناسيما مع التأثير المباشر والكبير للإعلام على مختلف مناحي الحياة ترجمة نانسي قنقر